السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم جملة من التصريحات الخاصة بعدد من النشاطة السياسيين اللي هزت الرأي العام خاصة فيما يتعلق بابن رجد الغنوشي برجد الغنوشي بحركة النهضة بالطبق الخامس في مقر حركة النهضة والأسرار المتعلقة بهذا الطابق شنو اللي يصير فيه وشكون اللي يعرف شنو اللي في هذا الطابق كلها أسرار اختيرة بش نتعرضولها في هذا الفيديو إلى جانب عدد من التصريحات الأخرى نبدأوا بتصريح جوهر بن مبارك القيدي في جبهة الخلاص الوطني اللي مؤخرا كنت عنده تصريحات في إذاعة EFM ويقول لازم نتوصلوا إلى ويئام وطني في تونس بن مبارك يقول إلى متى بش نقعدوا ماضينا راهن مستقبلنا يقول أحنا عاملين راهنية على المستقبل ويقفين النسي الكل فرد بلاسة ينحلوا المعظلم تاع الماضي ينحلوا مشكل البلاد ولا من قدموش هنا قاعدين نسي الكل يقول هاوين وصلت البلاد نتيجة الشي هذا يقول اليوم عنا حاضر والحاضر هذا متأزم مستقبل مظلم وغامث يالندرى بش نقعدوا مبيعوا في المستقبل بش نشريوا الماضي ولا نبيعوا الماضي بش نشريوا المستقبل يقول اينا رايي انه اليوم علينا من بيب المسئولية الانقاذ بتاع تونس انقاذ هالبلاد هايذي انه مبيعوا الماضي بش نشريوا المستقبل ننسيه يعني اللي فات ونفكره في مستقبل تونس يقول تونس تحتاج إلى مستقبلها ماضيها في خلافات في صراعات يسوى ما يسوى يقول اليوم تونس تحتاج إلى وقاء موطني تحتاج إلى مصالحة حقيقية نشريوا بيها المستقبل يقول بانه اليوم نحتاج إلى انه نفكروا نسي الكل حكما ومعارضة نفكروا في مستقبل تونس يقول عنا ارض واحدة وبلد واحدة وشعب واحد يا نعيشوا مع بعضنا يا نقتلوا بعضنا شنو تحبوا تحبونا نقتلوا بعضنا هكذا يترح السؤال جوهر بن بارك يقول بانه لازم نتجوز الخلافات بيش نجموا ننقذوا تونس في الفترة القادمة كما زيدا يحكي على انه تونس في حاجة اليوم الى حكومة انقاذ وطني انتخابات رئاسية سيبقى لأوينها مطلب مشكن جوهر بن بارك اليوم شوفوا برشا نشاطة سياسيين يطالبوا بانتخابات رئاسية ايضا نظرا لتغيير القانون الانتخابي نظرا لوجود اختلاف كبير القانون الانتخابي جديد خاصة وقت لي يقول ويعلق على القانون الانتخابي يقول القيسر في اشارة الى قيس سعيد القيسر قال لكم القانون الانتخابي فسد وما بدلوش وهو قيس سعيد نتعطى هذا التصريح بشكل رسمي ولكن نتراجع على هذا خطر مش ممكن انه يعدل القانون الانتخابي في وسط العملية الانتخابية ولو كان عمل للنقطة هذه كان ممكن وقتها نحكي وعلى نحكي ممكن على ثورة نجم تصير في هيئة الانتخابات هيئة الانتخابات المتهمة اليوم بانها مش مستقلة وانها تنفذ في تعليمات قيس سعيد ولكن نقطة تبديل للقانون الانتخابي في وسط العملية الانتخابية ما كانش تنجم تقبلها يعني تنجم تقبل برشة حاجة قرين اما هذية ليه به نجيو الى تصريحات مثيرة للجدل لعميد الحمامي عميد الحمامي القيدي سابق في حركة النهضة اللي يعرف بأسرار حركة النهضة كان حاضر البيرح في قاناة التاسعة واعطاه برشة تصريحات تتهم بلغ وزارة الداخلية وتهم ابن رجل الغنوشي والتابق الخامس وهو اكثر شخص يمكن من الناس اللي تحكي من برا وكان في قلب حركة النهضة وكان مقرب الى رجل الغنوشي ولكن مش المقربين لكل مقربين الى رجل الغنوشي فما حاجات راجل الغنوشي ما يعطيش ثقة لكل حد حتى لو كان مقرب حتى لو كان عميد الحمامي راضي عليه وعطاه حقه ابو وزارية ومكنه بش يكون وزير في عدة مجالات انما فما اسرار اخرى اليوم الحمامي في تصريحاته في رسالته الى رجل الغنوشي يقول الغنوشي مصر على دفع البلاد الى المحرقة وما يهمه في حتى حد المهم يحقق الغاية السياسية متاعه لا اكثر ولا اقل ما يخام ممكن في روحه عطاه جملة هو من التصريحات في البرنامج البيرح رسلته الى رئيس الحكومة الاسبق ليس الفخفيخ يقول هو فرحان انه برء القضاء ويقول بانه معناه برء القضاء وان شاء الله ينشط يعني في السياسة في القادم يحكي على جملة من القيادات الاخرى ذاتكيف كيف عليه العريض معناه العب الكريم الهاروني برشا قيادات اخرى من حركة النهضة نور دي البحير يقولوا لازم اخمم هكا اعمل نقد ذاتي للي ساره 25 جويلية وفكر بجدية في 25 جويلية بالنسبة الجوهر بن بارك يقول هو في الموقع الخطأ وكان اضحية نتيجة وجوده في حكومة اليس الفخفيخ سابقا ولكن اليوم في المكان الخطأ جوهر بن بارك عبير موسي ما حبي واجه لها حتى رسالة محمد عبو قالوا خذ بايجابية المسار متاع 25 جويلية احمد نجيب شيء بيقالوا يلزمك تغادر السياسة يزيك اكتب مذكراتك وكفى الى غير ذلك من التصريحات نجي وتوى لابن راشد الغنوشي شنوه قال عليه معاذ الغنوشي في البداية عميد الحميمي قال انا نصدق الكلم اللي قلته داخليه وتخدم طريقة محترفة وتعرف اش تقول شنوه دور معاذ الغنوشي في حركة الناصر تسمعوش بيه انتم تقريبا متسمعوش بي معاذ الغنوشي لا في تصريحات اعلامية ولا يحضر في ندوات صحفية ولا يظهر ولا ترشح البرلمان ولا حتى شيء ولكن المفتاح السري لراشد الغنوشي هو ابن معاذ الشخص الوحيد اللي يثق فيه راشد الغنوشي ثقة عمياء هو ابن معاذ يقول بانه الطبق الخامس هذا يسير فيه معاذ الغنوشي يقول بانه الاسرار متى حركة النهضة والصندوق الاسود متى راشد الغنوشي هو معاذ الغنوشي يحكي معه في كل شيء يوريه كل شيء بل قال انه فيما حاجات ممكن ما يعرفوهاش قيادات كبيرة ولكن يعرفها معاذ الغنوشي والطبق الخامس هو اللي يتحكم فيه اللي فيه ابرز 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 القيادات وابرز المقربين واني تم اتخاذ القرارات المصيرية صل بحركة النهضة وممكن مش نسكول حتى كان قيادة كبيرة مش نسكول تدخل يكيد يقول انه الحاكم الفعلي في حركة النهضة الرئيس الفعلي لحركة النهضة هو معاذ الغنوشي يقول يمشي معه في كل سفرات ويجلس معه يخطط معه يقرر معه ويرافقه في كل شيء يقول معاذ الغنوشي عنده اسرار لراشد الغنوشي وحتى قيادة النهضة ما تعرفهش يعني قيادات الكبيرة قيادات الصفة الاول تنجم تكون ما تعرفهش يقولين فما قضاء وفما مهنية لوزارة الداخلية وفما احترام لحقوق الانسان من قبل الوزارة يقول اينا نصدق بينها بخصوص قضية تبديل هيئة الدولة على حد تعبيره